اشتركوا في القناة 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 عند التوازن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماشي بتحدث نتيجة ايه وبيحصل فيها ايه التغيرات في دلة الانفاق الكلي بتحدث التغيرات في الانفاق الكلي من خلال الايه بقى ها التلقائي اش كده او الجزء المحفوز ايه ايه التغيرات في دلة الانفاق الكلي بتحدث في التغيرات في الانفاق الكلي من خلال التلقائي او الجزء المحفوز طي تعالى نشوف الف التغيرات في الجزء التلقائي في الجزء التلقائي من دلة الانفاق التغيرات في الجزء التلقائي من دلة الانفاق بتكون بسبب ايه بسبب حكتين تلقائي تحدث التغييرات في النفاق الكل من خلال ماشي التلقائي أو الجزء المحفوز يعني الجزء التلقائي أو الجزء المحفوز التغييرات في الجزء التلقائي من دلة النفاق تكون بسبب ألف الثروة وبه سنعرف الاستصماء طبعا نشوف العلاقة إيه وبتأثر إزاي ألف الثروة الثروة هنا تشمل إيه تشمل قيمة الأسهم والسندات أو قيمة السلع المعمرة المملوكة بواسطة المستهلكين أي بالثروة سروة الأفراد يأسهم والسندات يأسلع معمرة طبعا يبتتشمل قيمة الأسهم والسندات أو قيمة السلع المعمرة المملوكة بواسطة المستهلكين وأي ارتفاع في قيمها قيم هذه هي الأسهم والسندات أو السلع المعمرة سيؤدي إلى زيادة الثروة تقولي صح ما شو واحد عنده أسهم والسندات في البرصة خلاص السعر القيمة الحالية أو السوقية ارتفع زادت قيمتها إبا ثروته زادت عنده سلعة معمرة كان حجزها شايلها مخزنها القيمة بتاعتها زادت إبا ثروته حتى زيدها تمام كده وأي ارتفاع في قيامها سيؤدي لزيادة الثروة ومن ثم زيادة الاستهلاك التلقائي الثروة زادت يعني بديهية تلقائيا استهلاكه حيزين تعالوا شباها به الاستثمار مع تزايد ثقة رجال الأعمال أو تفاؤل توقعاته للفرص الاستثمارية فيزيد الاستثمار دفئة احسن الظروف حالة التفاؤل التام الثقة مع تزايد ثقة رجال الأعمال أو تفاؤل توقعاتهم للفرص الاستثمارية فيزيد الاستثمار تمام دي التغيرات اللي هي في دلة الانفاق الكل كانت في الجزء التلقائي بسبب الثروة الاستثماء إذن التغيرات بميل الميل بتاع دلة الانفاق الكل تكون نتيجة التغيرات في الميل الحدي للاستهلاك التغيرات بميل دلة الانفاق الكل تكون نتيجة التغيرات في الميل الحدي للاستهلاك تعال شو بقى ثانيا تحديد التوازن باستخدام مدخل التصربات والإضافات أيوة دعنا هندخل بها دلوقتي فالإضخار وحاجات جميلة حلوة كده والاستصماء تحديد التوازن باستخدام مدخل التصربات والإضافات الدخل هنا يمثل إيه بقى؟ الدخل هنا يمثل مجموع المبالغ التي تنفق على الاستهلاك والتي تم إضخارها يعني المبالغ اللي كان تم إضخارها يعني توفرها يعني تصربت تمام كده هتنفق على الاستهلاك أيوة الدخل هنا يمثل مجموع المبالغ التي تنفق على الاستهلاك والتي تم إضخارها استهلكنا بقى الدقيق والإضخارنا إضخار يبقى الدخل الكل بتساوسين الاستهلاك زادها الإضخار هنا بقول لي يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي تحدد المستوى التوازني يدخل باستخدام مدخل الدخل الكل والطلب الكل مدخل الدخل الكل والطلب الكل أي عندما تتساوى دخول أفراد المجتمع مع حجم الإنفاق الكل بالمجتمع ويعبر عنه بطيار الدخل أي عندما يسمى مدخل الدخل الكل والطلب الكل أي عندما تتساوى دخول أفراد المجتمع مع حجم الإنفاق الكل بالمجتمع ويعبر عنه بطيار الدخل أي أن سين زائد ث الاستهلاك زائد الاستسماء بتساوي سين زائد خ سين زائد إي خ طيب من أنت لما تقولي حتضيع سين مع س حيتبقى في الآخر ث بتساوي خ أيوة أهو يبقى سين زائد ث بتساوي سين زائد خ ومنها ث بتساوي إي خ تمام؟ مستمرين مع حضرتكم طيب تعالوا شوفوا النقطة اللي جاية بها مهمة قوي بقولي الاستهلاك والإضخاء دل طردية في الدخل الاستهلاك والإضخاء دل طردية نحن فهم ليه الطردية الاثنين في اتجاه واحد خلاص كده طيب الاستهلاك والإضخاء دل طردية في الدخل أي أن زيادة الدخول هتعمل بقى ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاك تمام وإلى زيادة المقدرة على الإضخاء بديه يا دماعة واحد لو دخله ألف جنيه مش هيكفي أصلا انفق على الاستهلاك يعني مش هيزيد معا حاجة يدخرها لكن الرجل ده لو لظروف ما دخله ارتفع لخمس تلاف جنيه إيه النتيجة أي انفقه على الاستهلاك حيزيد وكذلك حجم المدخرات بتاعته حيزيد مش كيف يقولك الاستهلاك والاضخاء دل ترضية في الدخ أي أن زيادة الدخول ستؤدي إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي وإلى زيادة المقدرة على الاضخاء لكن زيادة الاضخاء تجعل مستوى الدخل في الفترة التالية أقل أي وهكذا يكون الاضخار من التصربات نصبوط كده لكن زيادة الاضخار تجعل مستوى الدخل في الفترة التالية أقل وهكذا يكون للدخال من التصربات طيب بعد ذا بولي يتحدد التواجن بتقاطع دلة الادخاء ممثلة للتصربات مع دلة الاستثمار ممثلة للإضافات طيب يتحدد التواجن بتقاطع دلة الادخاء ممثلة للتصربات مع دلة الاستثمار ممثلة للإضافات أي أن خاء بتسوي ثه الادخار بتسوي الاستثمار طيب ندخل في موضوع أخير وهو المضاعف التلقائي أو البسيطة المضاعف التلقائي أو البسيط نفهم معنى إيه؟ وإيه؟ عايزة أقول إيه؟ المضاعف التلقائي أو البسيط هو مقياس لمقدار التغير بالدخل القومي طيب نتيجة إيه؟ مقياس لمقدار التغير بالدخل القومي نتيجة تغير أحد المكونات التلقائية نتيجة تغير أحد المكونات التلقائية بالإنفاق الكل بقدر الماء نقول لتاني المضاعف التلقائي أو البصير هو مقياس لمقدار التغير يعني الدخل القومي تغير بنسبة الدي بمعدل الدي مقياس لمقدار التغير بالدخل القومي نتيجة تغير أحد المكونات التلقائية بالإنفاق الكل بقدر الماء وبمعنى آخر المضاعف البسيط هو عدد المرات التي ستضاعف بها الدخل القومي نتيجة الزيادة في الاستثمار أو الاستهلاك التلقائي يعني نتيجة الزيادة في الاستثمار الدخل القومي تضاعف كم مرة تضاعف كم مرة هذه معنى ومعنى آخر المضاعف البسيط هو عدد المرات التي ستضاعف بها الدخل القومي نتيجة الزيادة في الاستثمار أو الاستهلاك التلقائي طيب النقطة اللي أقول ليه للإنفاق الاستثماري تأثير مضاعف على الدخل يعرف بأثر المضاعف وهو معامل عددي للإنفاق الاستثماري تأثير مضاعف على الدخل يعرف بأثر المضاعف وهو معامل عددي إذا المضاعف الاستثمار تعرف دي بقى تعرف ازاي اسمك دي بتساوي 1 صحيح على 1 ناقص 8 من 10 تساوي 5 دي معادلة محسوبة تمام وجهزة مضاعف الاستثمار ساوي 1 صحيح على 1 ناقص 8 من 10 تساوي 5 نشوف بقى كما ملاحظة كده ملاحظات على المضاعف البسيط 1 قيمة المضاعف دائما أكبر من 1 الصحيح ما أنت المال تقول لي 1 نص 8 Fact zero يعني ناتج موجأ قيمة المضاعف دائما أكبر من 1 الصحيح لأن الميل الحدي للإذخار دائما أقل من الواحد الصحيح تمام اثنين هناك علاقة عكسية بين الميل الحدي للإضخاء وحجم المضاعف علاقة عكسية ايه مش ترضية انت بتقول لي ان الميل الحدي للإضخاء دايما اقل من الوحد الصحي يبقى عمر ما يبقى بينه بين الإضخاء والدخل علاقة ترضية أبدا هناك علاقة عكسية بين الميل الحدي للإضخاء وحجم المضاعف فكلما زاد الميل الحدي للإضخاء ها ها كلما زاد أكيد التاني حيقل يقل رقم المضاعف كلام جميل إنما شبها ثلاثة ديات الأخيرة هناك علاقة ترضية بين قيمة المضاعف ومقدار التغير في الدخل هناك علاقة ترضية بين قيمة المضاعف ومقدار التغير في الدخل فكلما كان رقم المضاعف أكبر كلما كان التغير في الدخل أكبر وده اللي بيفسروا العلاقة تردية بين قيمة المضاعف ومقدار التغير في الدخل يبقى اخر نقطة هناك علاقة تردية بين قيمة المضاعف ومقدار التغير في الدخل فكلما كان رقم المضاعف أكبر كلما كان التغير في الدخل أكبر بكده نكون أنهينا المحاضرة السبعة في مادة الاقتصاد الكل كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة ايدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة لو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب نترككم في معاية الله وأمنه